مرحبا معكم محمد خلف في الفيديو الماضي شرحنا عن الليست بلوكس وشو استخداماتها وانه ممكن نستخدمها للداتا بيس لقدام او للليست فيو في هذا الفيديو بنشرح عن الكالرز بلوكس الكالرز بلوكس بتكون من ثلاث شغلات اللي هم اول اشي سيمبل بلوكس بتختار بتسحب البلوكس بعدها بتختار اللون اللي بدك اياه في عندك رينج معين من الالوان ممكن ممكن لقدام مثلا اذا بدك ضيف بوتون معين وبعد هيك تروح على البلوكس تختار بوتون ست بوتون باكجراوند وبتعطيه الكالر اللي انت اختارته يعني هي احد الاستخدامات الكالر يعني ممكن ممكن جملة الاف تستخدمها تعطيه كل شرط لون معين مثلا اذا نجح اعطيني الباكجراوند للابل معين او لتكست بوكس او لبوتون اعطيني اياه في اللون الاخضر اذا راسب اعطيني اياه في اللون الاحمر بعد هيك في عنا الماك كالر الماك كالر هي عبارة عن بلوكس تستخدم مع لست الماك لست فيها ثلاث ارقام او ثلاث ايتم هاي الايتم لازم تحط فيها قيم من زيرو ل255 عبارة عن توليفه من ار جي بي كالر سيستم في كل مجموعة ارقام لون معين وهذا اللون اذا بتتذكروا الشاشات القديمة كانت فيها اكبير الشاشة وكان فيها لانه موجود فيها عبارة عن ضو ثلاث قطع وفي زي اللي هي الار جي بي سيستم بتعمل توليفه بين الثلاث ثلاث اضواء الموجودة وبطلالك الضو اللي على الشاشة في كل بيكسل بعد هيك في عنا السبلت هون زي ما احنا اخدنا ميك كالر وعملنا يا مثلا لو حطينا الكالر الهون رح ياخد الكالر اللي حطينا التوليفه اللي له حسب ممكن يتدور فيه بمواقع الانترنت فيه بكون لست موجودة فيها شو تحط في الارج وشو تحط في الجي وشو تحط في البي بعد هيك لسبلت كالر لسبلت كالر بيجيب مثلا الكالر الهون وبتفصل لي اياه لثلاث يعني برد يقسم لي اياه لثلاث ايتمز منها لازم يكون كل ايتم هون رح يكون اصلا هو من زيرو ل250 بس تتذكروا لما تعملوا الميك لست وبدك تدخل رقم بس المجموعة الارقام من زيرو لان 255 وعندك لالبلوكس اللي هي هاي الليست والالوان موجودة في النت بتكم اي اشي ثاني عن كالر بلوكس او عن اي بلوكس ثانية او اي فيتشارز بتكم تتسألوا هل هي ممكن تقابل التطبيق لانه الاب انفنتور في كثير فيتشارز موجودة وقاعدين بزيدوا عليها كل يعني شهر او كل اي حتى اسبوع بتلاقي ممكن اضافة بلوكس معينة في اوب ديت للاب انفنتور بلوكس سكرين وبضيفوا فيها كل مالهم فممكن تسأل حتى لو ما اللي بعمل الفيديو بجاوبك ممكن حدا ثاني من اللي بيقرأ الكومنت يكون واجه المشكلة هاي نفسها ويحل لك اياها يكتب لك شو الحل وممكن كمان اللي عمل الفيديو يقرأ الكومنت ويشوف شو هي المشكلة اذا بدك تشوف فيديوهات ثانية لانه رح نزل كل فترة فيديوهات ممكن تعمل سبسكرايب ولايك وشكرا